الدكتور الفيلسوف دوغين اللي هو يقول عليه منظر بوتين أو منظر السياسة الروسية الحديثة عنده تصريح في الجزيرة بالذات قال إذا تخسر روسيا الحرب فما فماش دولة في العالم آمنة من الهجوم النووي الروسي المذيع قالوا حتى الدول العربية قالوا نعم حتى الدول العربية لا توجد أي دولة في مأمن من الهجومات بتاعنا أنت كيف تقرأ هذا التصريح سواء كان تصريح ترامب أو تصريح دوغين دوغين هذا هو مفكر مفكر أيضا مفكر حر بمعنى أنه ما عنده مشكلة ينتقد الرئيس الروسي هذه القوة متاعه القوة متاعه أنه ما هوش مفكر بلاد القوة متاعه أنه مفكر حر وعنده استراتيجية في ذهنه استراتيجية في ذهنه أنه روسيا إذا ما ترجع دولة قوية بش ترجع دولة قوية ترجع للإمبراطورية الروسية وطموحات الإمبراطورية الروسية من جملة طموحات الإمبراطورية الروسية هو إعادة القسطنطيني اللي هي إسطنبول لأن العاصمة الروحية للأرثودوكس الشرق الأرثودوكس هي إسطنبول اللي هي القسطنطيني يحبوا يرجعونها كما الغرب ما زال عندهم محافظين على الباتيكان هذه هي من الأهداف متاحة وطبعا في الحرب العالمية الأولى كادوا يخذوا لكن الإنجليز والفرنسيس لأنهم لم يكنوا حابين الروس يخرجوا على البحر المتوسط فوقفوا مع الأتراك باش ما يخذوش وصارت الثورة البولشوفية وانصرف الجيش الروسي يخرج من تركيا لأنه كان يحتل شمال تركيا كله عنده الهدف الأول في استراتيجية دوغين الهدف الأول لاستعاد القسطنطيني ثانيا هم الأول عاصمة للروس والروس كانوا مجموعة صغيرة أول عاصمة عملوها هي كييف ولذلك هم عندهم طموحا أن يسيطروا على كييف مرة واحدة الآن الأمريكان يحبوا طولوا الحرب مع الروس لإنهاك روسيا ولكن الروس الهدف المتاحهم الحقيقي هو ابتلاع كل أوكران أنه يأخذوا كل أوكرانيا يقولوا ماذا تعمل عقوبات وعملتها حصار وعملت كل شي عملت دونك خليني نواصل ما لا نأخذ نأخذ كل كل شسمة كل أوكرانيا إذا أخذوا نجحوا في مخذان أوكرانيا الغرب يحبوا يخلوهم يتولوا المدة أقصى ما يمكن ويمنعوهم من أخذ أوكرانيا بيلاروسيا اللي هي روسيا البيضاء تقريب في اليد تابعة يعني بوتين غدوة يأخذها يأخذها ابقت جمهوريات آسيا الوسطى لو عندك الخريطة توريني جمهوريات آسيا الوسطى لو تطلع شوية الحدود الجنوب تشوف كازاخستان يعني تشوف كازاخستان كازاخستان اللي هي هذه جمهورية كازاخستان اللي هي أكبر دولة إسلامية أكبر دولة إسلامية من حيث المساحة فها 2.7 مليون كيلومتر مربع أكبر من السعودية وأكبر من الجزائر وفيها كل الثروات كل الثروات اللي تتصورها في العالم من أكبر الدول للمنتجة الغداء وخاصة القمح متطورة علميا تنتج النفط تنتج الغاز تقريبا كل شيء كازاخستان أيضا في الاستراتيجية الروسية هو استعادة جمهوريات آسيا الوسطى اللي هي كازاخستان ولو تهبط لوتا شويتا ونوريك عندك نعم عندك جمهورية أسباكستان جمهورية قرغستان جمهورية تاجيكستان وجمهورية تركمانستان هذه الجمهورية كلها يريدون إعادتها يريدين روسيا تريد استعادتها بمعنى إذا كملوا من أوكرانيا بالنسبة لهم بيلاروسيا في الجيب ومولدوفا في الجيب وجورجيا في الجيب بقتلهم جمهورية آسيا الوسطى لما يأخذوا كل هذه المناطق وقتها روسيا ترجع دولة قوية أيضا في استراتيجية دوغين نحكي لك قصة حكاها لنا أحد الأخوة من المعارضة السورية حكاها لآخر مرة يعني قبلته من المعارضة السورية مشاوا الموسكو قالوا الروسيا يا جمع رانا نحن نحبوها العائلة الخبيثة هذه عائلة الأسد نتخلص منها ونتخلص من الدكتاتورية مستعدين يا سيدي أنتم ما تحبوا القاعدة متاع ترطوس البحرية نأمنوها لكم القاعدة البحرية تبقى ونعملوا معاكم معاقد حتى على 100 سنان قدام أنكم تتصرفوا فيها كما تحب وقاعدة حميمين تتصرفوا فيها كما تحب شكون قابلوا قابلوا لفروف لفروف وزير الخارجيين لفروف قال لهم سقوط الأسد يعني أن السنة يطلع الحكم وهذا لن نسمح به قال لهم لن نسمح بسعود السنة للحكم يا عم الشيخ قالوا لوراو السنة 90% من السكان رغم 90% من السوريين سنة قالوا إن شاء الله حتى 100% المفيد السنة لا يصعدون إلى الحكم هذا الهدف لماذا؟ هذا يربطنا مع دوغين مباشرة الدوغين شي يقول يقول أن روسيا لازم تتحالف مع إيران وتتحالف مع الشيعة العالم تتحالف مع الشيعة العالم وتتحالف مع إيران لأنه تاريخيا تاريخيا الدولة العثمانية كلما توغلت شرقا أو غربا لأن الدولة العثمانية طلعت القرانية ورأي طلعت كانت أجزاء من القرانية تابعتهم وكانت جزيرة القرم كانت تابعتهم جورجيا كانت تابعتها أرمينيا كانت تابعتها المجر يوغوصلافيا الكثير من جمهورية يوغوصلافيا شي اسمها بلغاريا اليونان كلها المناطق هذه هي مناطق أورتودوكسية والحلم الحلم المتعددين أن المناطق الأورتودوكسية تتوحد تتلم في إمبراطورية واحدة وهذا سامويل هنتينغتون في كتابه سراع الحضارات يقول أن العالم يتقسم حضارات وثم حضارة الحضارة الأورتودوكسية الحضارة الأورتودوكسية لكي تكون حضارة مميزة لما كان الجيش العثماني أقوى جيش في أوروبا أقوى من الجيش الروسي وأقوى من البريطاني وأقوى من أي جيش كان أقوى جيش الجيش العثماني لم يهزمه إلا الجيش الصفو شو معناه يهزمه؟ الجيش الصفوين يدخلون يدخلون إلى دخلوا إلى بغداد واحتلوها لمدة 15 سنة واللي حررها وتردهم منها هو السليم الأول وتاردهم وتردهم من تبريز لكن للأسف ما مشاش إلى حد إسقاط الدولة متاحة يعني الخطأ الخطأ اللي يعمل فيقول أنه تاريخيا الذي أنقضنا من السنة من المسلمين بين قوسين السنة اللي أنقض الروس وأنقض الغرب وهذا بالمناسبة الرؤية هذه يتفق فيها الأمريكان والروس متفقين في النقطة هذه 100% متفقين فيها أنه لابد من فتح المجال للشيعة ليكون عندهم قوة أكبر وقوة أكثر ولذلك الأمريكان طالما ما فيش يحبوا يبعد الإيرانيين يبعدوهم على على الروس يحبوا يبعدوهم لأنه حاجتهم بينهم لأن الإيرانيين والشيعة بصفة عامة هم الصمام الأمان للدول الغربية والشرقية أنه الأمة الإسلامية ما ترجعش كقوة متوليش كلاعب شوف نحن الصراعات اللي نحكو عليها كل الدول الإسلامية ما عندها حتى دول كل الدول الإسلامية 57 دولة إسلامية ما عندها حتى دول حتى ما نش لاعبين دولين في حتى شيء حتى شيء حتى شيء معناها ما نش هكذا القوة لكن لو توحدنا نصبحوا نحن ربما من أقوى القوة الموجودة في المنطقة لأننا عندنا كل شيء عندنا الموقع الاستراتيجي عندنا الطاقة اللي هو النفط والغاز عندنا الشباب عندنا الشبيبة نحن نزوز مليارات كلها شباب تقريب لكن توقصنا القيادة الموحدة لما ميكونش عند قيادة موحدة حدود بين الجزائر وهذا يعارك في هذا وهذا يضرب في هذا الشكون ممكن يدين هذه الفرقة هما الشيعة والإيرانيين ولذلك الدوقين يصر وهذا منشور في كتاباتي يقول أن الشيعة هما الضمان وهما الحلفاء متاعنا اللي لازم بيش يكونوا الحلفاء متاعنا لما الجيش اليمني والجيش السعودي دخلوا إلى الحديدة اللي أخرجهم منها الأمريكان لأن الأمريكان لا يريدون سقوط الحوثيين حبوش الحوثيين يسقط يحبو إذا كان اليمن تتقسموا جزء منها ياخذوه الحوثيين بمعنى آخر ياخذوه الإيرانيين ما عندهم شمانا وتقريبا هذا اللي بش يصير ربما الآن يصير تقسيم لليمن الحوثيين بمعنى إيران بش ياخذوا اليمن الشمالي واليمن الجنوبي والشرقي ياخذوه الجيش الوطني اليمني اللي هو بلغة أخرى تقريبا السعودية وهذا يضمن مرور للسعودية إلى بحر العرب ولعل مرة أخرى نتكلموا علش السعودية تحب تخرج إلى مرة بحر العرب وعلش الجزائر تحب تخرج إلى المحيط لأطلس هذا المجر هذا تقريبا جوابي على موضوع دوغي طبعا روسيا هزيمتها يعني انهيار روسيا يعني نهاية روسيا فلن تنهزم روسيا ما رحش تنهزم والأمريكان ما همش مستعجلين في هزيمتها يحبوا الاستنزاف يحبوا يعملوا معه حرب استنزاف للعباد تكره حاجز مع حرب شوف الأمريكان بقوا عشرين سنة يحاربوا في أفغانستان في الأخر قوة كبيرة كانوا مسيطرين على الأرض يعني ما دحروا همش الطالبان لكن خلوا لهم الحرب متيحة مكلفة شغلوهم على أماكنهم صراعاتهم الاستراتيجية ماليا عسكريا عباد إلى خيره ففي الأخر الأمريكان قالوا لهم هاو قشكموا وبإسلام أنا خرجي يعني حتى حاولوهم يحتفظوا يعني الأمريكان عدوا تقريب ثلاث سنوات في مفاوضات في الدوحة على قاعد عسكري الطالبان قالوا لهم نحاربوا عشرين سنة أخرى وما يبقاش جندي أجنبي هنا حتى الأتراك قالوا لهم نبقا ونحن نتلهاو بالمطار قالوا لهم أنتم كنتوا جزء من الحلف الأطلسي اللي محتل في غانستان بالتالي ما نخلوكم شتبقاوا في بلاد وخرجوهم برغم اللي طالبان محتاجة محتاجة معناها لو تعقلوا شوية محتاجين للأتراك في نهاية الأمر الأجنبي لازم يخرج معناها لازم يخرج هذا اللي صار وهذا اللي نشيين فيه